اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او قبل ان يعمم التعليم وقبل كل هذا كان هناك انظمة مختلفة في الارقام في هذه الحلقة الحقيقة اعرفت ان نتحدث عن المقاييس الارقام والاحجام السوائل الى اخره في النظام النبوسي القديم هذا يعني لكل باعة يبحث في الموروس النبوسي سوف يعني بلا شك سوف يأتي امامه نظام غريب في الحساب ونظام غريب في تعداد الارقام فربما ابدأ بابسط شيء وهو الرقم الأرقام في اللغة الامازيغية يعني كما نجدها في المخطوطات في الارقام وهو الوثائق مبنية على نظام خماسي وسوف نرجع الى ذلك في لحظة مما لا شك فيه ان الاصابع كانت اداة لاستخدامها في الارقام ضاعت في بعض اللغات ولازالت موجودة في بعض اللغات فمثلا في اللغة الإنجليزية نقول ديجيت ديجيت تعني الاصبع كذلك فمما يعني ان الديجيت او الترقيم جاء من نظام الاصبع او استخدام الاصابع في الترقيم فمثلا في بعض اللغات لازمنا نستخدم انظمة اما خماسية اما عشرية اما مبنية على عشرين وهناك انظمة مختلفة مبنية على الستين ولكن الاشهر هي الانظمة الثلاثة النظام المبنية على عشرة وهو النظام اللي دعيبكم مثل اللغة العربية نقول واحد اثنين ثلاثة اربع الى العشرة ثم نبدأ من جديد احدى عشر اثنين عشر ثلاثة عشر الى اخره او وان دو ثري تن ان دان الافن الافن هي عشرة يعني واحد فيما بعد هكذا بالضبط ومثلا في اللغة الفرنسية كذلك اونز دوز تخيز الاخره مثلا في اللغة الفرنسية كما ذكرت الان نظامها عشريني اللغة الفرنسية يقولون مثلا عشرين وهذا لا زال يعني هذا التنظيم في الارقام اخذ من لغتهم القديمة وليس من اللاتينية من لغتهم القديمة قبل استخدامهم للاتينية في الفرنسية اللي هي القلوة يستخدمون نظم الرقم العشريني فهم مثلا عندما يقولون ثمانين يقولون اربع عشرينات بمعنى انهم يستخدمون الرقم الى عشرين إنتم يكررون هذه العشرين الأخيري، واذا مفهوم الإنسان عنده أربع أصابع و أربع أصابع للقدمين؟ في التعداد، في اللغة الأمازيغية، النظام مبني على خمسة، وهي ليست اللغة الوحيدة التي تبني على خمسة أرقاب فمثلاً في اللغة الأمازيغية يقول اجن، سن، شارت، أوكوس، وفوس، فوس في اللغة الأمازيغية تعني اليد، كما هي مثلاً لايم في اللغة الإندونيسية، لايم تعني اليد وتعني الخمسة فمثلاً، النظام العاشري مثلاً اليدين، في اللغة الأزدكية يقولون متكلتالت، إذا نتطفها صحيحة، فتعني عشرة، وتعني كذلك اليدين في لغة الزلوب على سبيل المثال، يقولون ستة الإصبع من اليد الأخرى، عندما يقولون ستة يقولون الإصبع من اليد الأخرى، طبعاً نظام معاقب في اللغة الأمازيغية ليست بهذه السهولة بحتى انك تعود من واحد إلى خمسة بمعنى تقول ايجن وابدين تقول للفوس و تعيد التكراز تقول فوس ديد جين، فوس سن فوس كرات، فوس دو كوز، بعدين او شارت فوس دو كوز.. بعدين سني فاس سن ديد جين، سني فاس سن إلى آخرين ولكن عندما تصل إلى رقم ثلاثين تقول اوير ولا ايور إلى آخرهم، هذه الكلمة مثلا ايور تعني الهلال أو القمر، وتعني كذلك الشهر، وتعني كذلك رقم ثلاثين، معادرة بسيطة جدا، كانوا يستخدمون حسابهم أو حساب الشهر لهم مأخوذ من القمر، ولهذا سموا القمر بنفس الاسم يسمى به الشهر، وهذا موجود في لغات كثيرة منهم، يعني لغات كثيرة في العالم، يسمى الشهر بنفس الاسم الذي يسمى فيه الرقم ثلاثين، او يسمى فيه كذلك الهلال، فذكرنا ان في اللغة المزرية هذه الأرقام مختلفة، تبدأ الأرقام من واحد إلى خمسة، وفي الخمسة تسمى يد إلى آخره، فكما ترون الآن في هذه المخطوطة لنهاية كتاب إغاسرة دي بريدن للشماخي، تجدون هذا النظام، تجدون ثلاثة أنواع من الأرقام، تجد الرقم من واحد إلى اليد خمسة، والشهر اللي هو الثلاثين، الرقم ثلاثين أو ير، ونجد كذلك الطمضي التي هي المئة، في الحقيقة لم يحتاج أجدادنا، وليس فقط الأمازين، والبشرية كلها لم تحتاج إلى وقت قريب إلى أرقام مهولة، إلا إذا استثنينا مثلا الهندوية، الديانة الهندية التي تفترض عليها ديانةها قياس بعض الأرقام الخيالية داخره، ولكن في معظم شعوب العالم لا يوجد عندهم أرقام مثل هذه الأرقام الخيالية، ولهذا، وأكبر دليل على هذا أن الأرقام الكبيرة هذه، مثل المليون، التريليون، البليون، تستخدم في جمعية اللغات العالم تقريبا منها الصينية والعربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية والإيطالية وغيرها، تستخدم نفس هذه الحسابات، تقول مليون تجدها في كل هذه اللغة، تقول تريليون تجدها في كل هذه اللغة، ربما في تحوير بسيط، مثلا في اللغة بزيجية، نضيف الألف على المليون أمليون، وهذا يعني نضيف الألف هذه على كل شيء في اللغة بزيجية. الحاجة الثانية أو الشيء الآخر، هناك رقم ربما يعرفه أكثركم، ربما لا يعرفه عفوا أكثركم، لنقول جوجل في البحث، جوجل هي حقيقة رقم منها مائة صفر، هذه هي جوجل، ولو كانت لا تكتب بنفس الطريقة بالضبط، ولكن جوجل تعني واحد وعلى منه مائة صفر، المهم هذه مواضيع مختلفة، ما لها علاقة مباشرة بضوع الحساب والأوزان والأرقام في اللغة الأمازيغية. إذن عندنا نعيد مرة ثالثة، اللغة الأمازيغية تستخدم نظام الحسابي الخماسي مبني على خمسة، على خلاف العربية التي تستخدم الرقم العشاري، يوجد من الأمازيغيين من يستخدموا النظام العشري، وحسب به أنه نظام مستحدث، الأقدم نظام كما يقول روني باسي هو النظام الذي يستخدمه نفسه، النظام الحسابي الخمسة، النظام العشاري هذا الذي يوجد عند بعض الأمازيغ يبدو أنه يعني مستعار من ربما تكون الفينيقية وغيرها، لأنه متشابه جداً مع الأرقام السامية، فمثلاً يقولون سموس خموس خمسة، صديس ستة، سات سبعة، تام تمانية، تسة تسعة، مراو عشرة، فيبدو أن هذه الأرقام يعني حتى في طريقة تطقى وكذا قريبة جداً من الأرقام الفينيقية، ولكن من المحقق أننا عندنا في جبل نفوسة النظام ينتهي إلى خمسة، من واحد إلى خمسة وهي فوس. بعدين في النظام الخمسي هذا الأمازيغي الغريب نجده في أشياء كثيرة، نجده مثلاً في المكايد، في المسافات، في الأوزان، ولا يغرنكم في الحقيقة النظام الذي كان يتخذه علمائنا من الإباضية وغيرهم من أمتال الشماخي. في يدي هنا مخطوطة الشماخي، يعني نجد في أحد النصوص اللي في مخطوطة الشماخي اللي هي السير، السير يقول يقول ربما أخذ في سنته ألف مدي شعير، والمدي يعرف عندنا في يفرن بـ 12 ويبة، ونجده في مواقع أخرى يقيس المسافات بالميل، وهناك في القياس المسافات بالفدان، وهذه الأشياء لا نجدها حقيقة إلا نادراً بعد الاحتلال التركي لشمال أفريقيا، والشماخي حقيقة سابق لهذا الاحتلال، يعني شيء غريب أن نجد بعض الألفاظ والأشياء مثل كما ذكرنا الفدان وغيرها، ولا نجدها في الوثائق، هذه الأرقام وهذه الطريقة التي تستخدم في الوزن والحساب وإلى آخره، فتحير الباحث في كيف يستخدمون هذه الأرقام، على أي حد؟ ولكن من المحقق أننا في جبل نفسنا نستخدم في الأوزان مثلاً، أرو، أراو، أراو، هذا وحدة واحدة من الوزن، أكرو هو خمسة وحدات من أراو أو إراون، تسونيت هي عشرة من إراون، السيل اللي هو خمستاش من إراون، وأحماري اللي هي عشي من إراون وهكذا، يعني تمشي من خمسة إلى خمسة إلى خمسة حتى تصل إلى أعداد كبيرة، إلى المئة إلى آخره، في المسافات مثلاً، تابت حايت هذه واحدة، وحدة قياسة لمسافة واحدة، أمي نيو دي مثلاً خمسة من تابت حايت هذه، توردست هي خمسة من أمي نيو دي، طار اللي هي كذلك خمسة من توردست، ونذهب إلى تاغيل، ثم تاسرف، ثم تدي إلى آخره في الحسابات، إذاً حتى الأوزان والقياسات وكذا، تمشي على نظام الخماسي هذا، وتعطي نوع من، حقيقةً، الخلط عندما نقيصه بالسنتيمتر وإلى آخره، ولو كانت موجودة مثلاً تبتح تسمى، يعني تقريباً تعطى سوى خمسة سنتيم، إيمين نو دي، تعطى تقريباً خمسة وعشرين سنتيم إلى آخره، طيب، كذلك نفس الشيء في أكرو، يعطوه خمسة كيلوات، تسونيت، إلى كذا، يعني كل واحد يأطر في الكيلوات، ولكن هذا حقيقةً يزيد في الموضوع من الخلطة، الشيء اللي هو دقيق جداً في الحساب بهذا النظام هذا، اللي هو السوائل، السوائل مثلاً عندك تبقالت، هي وحدة في حداتها، توجيت وهي أوجا واللاجاة عندنا الصغير، توجيت هي الصغيرة، ترفع خمسة تبقالين، ثم أوجا يرفع عشرة من تبقالين، وأحد دوق خمسة عشر، وتشوط ثلاثين عفواً، ثم يعني تزيد هذه الأوسع، هذه للأسف شديدة، كلها لم تعد مستخدمة، عوضت بالليتر وبالكيلومتر وبالمتر وكذا، كما هو الحال في أغلب مناطق العالم اليوم أصبحت موحدة، وهذا النظام الخماسي يستعمل في أشياء كثيرة جداً من ضمنها في السحر، ولأنني سوف أتحدث عن السحر، وسوف أوري لكم بعد قليل هذه الرشم أو إلى آخره من السحر، وعلى فكرة، هذه الأرقام السحرية، اللي هي مبنية على الرقم خمسة، ومضاعفاته، تستخدم كذلك في النقوش على الحولي الليبي اللي نعرفه الآن، في تيمين كاشة التي على كذا، وليراجع مقال سعاد بوبرنوسا في هذا الشأن، ولينظر إلى الأرقام التي وضعتها على هذه الرقمات، وعدد النقاط أو عدد الناط هذه التي يرسم بها إلى آخرين. فالنظام الخماسي هذا نظام حقيقة غريب جداً، ويحتاج إلى دراسة وتدقيق أكثر، ولكن، وكذلك في الكتابة، الآن نرضع إلى النظام الخماسي هذا في الحساب، كما ترون في الجدول الآن، إذا الخامسة توجد في النصف، وإذا قرأنا الأرقام على شكل العرض أو الطول أو أكراس اللي هي ما بين الزاويتين، دائماً يعطينا الرقم خمستاش وهو المضاعف لثلاثة أرقام خمسة، وهذه مثل لعبة السدوك التي يعرفها الكثيرين، هذه موجودة في الديانات القديمة كلها وفي الشعوب القديمة كلها، وحديثنا عن الديانات هذا سوف يذكرنا بشيء آخر عندنا في جبل نفسة، يسمى يوم السبت عندنا السوميس، السوميس يعني يوم الرب، ميس النغ يعني في العرقم الآذيخية ربنا، وكذلك المالك أو السيد يسمى ميس أو ماس إلى آخره في بعض التنوعات الميزافية، السوميس يعني يوم الرب. من هذا يوم يعتبرنا هو اليوم الأوم، ما يكون يوم الإربعاء هو اليوم الخامس، والغريب في الأمر أن يوم الإربعاء عندنا، في التقافة الأمزيغية، يوم يعني يجعلون فيه الأسواق، كثير من الأسواق تقام يوم الإربعاء. يوم الإربعاء يحرم فيه الصفر، تحريم أقصد تحريم العرفي، الناس يكرهون الصفر يوم الإربعاء. يوم الإربعاء مثلاً لا يقام الأزطة، اللي هو المنسج، المنسج لا يقوم به النساء يوم الإربعاء. يوم الإربعاء كما ذكرت يقدم أكلة الكسكسي، مثلاً إخواننا في المغرب الأقصى يقدمون الكسكس يوم الجمعة. بل حتى أن بعض الأئمة من أئمة الدين يتشاؤمون من قيام بالأشياء في يوم الإربعاء. ونجد نص في أفوان عن سيرة إمام الباروني رحمه الله، كان يتشاؤم من يوم الإربعاء، وذكر هذا في معركة جندوبة حيث خسر المعركة يوم الإربعاء، فكان يتشاؤم من هذا اليوم يوم الإربعاء. إذن اليوم الخامس هذا كذلك يعطى قدسية معينة ويعطى مكانة معينة في الثقافة النفسية. عندنا ذكرنا رقم خمسة في هذه الأشياء كلها. الآن نعود إلى طريقة كتابة هذه الأرقام عند أهالي نفسها. عندي شيئين أريد أن أعرضهم لكم؟ الشيء الأول ربما رأيتموه في أكثر من مرة هنا من خلفي. هذين شيئين حقيقة أنا وضعتهم على الرخامة وعلى هذا الحديد، ولكن هم وثيقتين مكتوبتين على خشب مصنوع من حشب الزيتون. وهذه وثيقة أخرى ربما أخذوها من مكانها، هذه تغانيم تضع فيها الوثائق بهذه الطريقة وتخفض فيها الوثائق من قبل أجدادنا الأوائل. وهذه سوف تحتاجها ربما في حلقات أخرى أو في ماضي أخر، ولكن اللي يهمنا الآن هو هذه الخشبتين. الوثائق كانت تكتب وأقدمها تكتب على الخشب، وربما فيها أقدم من هذا وسوف أريكم بعض قليل. كما ترون هنا في الشاشة في الطرف الآخر، هنا وثيقة بيع وشراء بين شخصين. ولكن الأهم من هذا كله، هو عندما يبيعوا ويشتروا، كانوا يستخدمون بعض الأرقام، وربما يعني ضاعت كل الأرقام التي تعود إلى 200-300 سنة لا تجفي هذه الأرقام، ولكن هذه الأرقام ما زالت مستخدمة إلى وقت قريب في غدامس. وهذه الأرقام حقيقة بسيطة جدا استخدمت في شعوب وفي حضارات كثيرة جدا. يرسم رقم واحد بكل بساطة على شكل شرطة، رقم اثنين على شرطتين، رقم ثلاثة ثلاثة شرطات، أربعة أربعة شرطات، وخمسة عبارة عن دائرة. مثل حرف اله بالعربية أو إلى آخرين. طيب، هذا النظام في العد موجود ومستخدم، وترون كما ترون الآن في الوثيقة هذه، الرقم، الأرقام نجد كما ذكرنا الشرطات، وتوجد كذلك الشرطات الجانبية. الشرطات الجانبية هذه، عندما تكون شرطة واحدة يكون الربع، عندما يكون شرطتين يكون النصف، عندما يكون ثلاثة شرطات يكون الثلث، والشرطات هكذا مع بعضها تعني الأرقام، فهنا عندنا تقريبا الدائرة والدائرة خمسة وخمسة، ثم ثلاثة يعني ثلاثة عشر، ثم ثلاثة شرطات تعني ثلاثة عشر وثلث، وهي قيمة الباية. الأرقام هذه التي نستخدمها الآن، الأرقام الهندية هذه والهندية التي أضاف عليها الشمال الإفريقيون المسلمون في شمال إفريقيا، أرقام كثيرة، والدليل يعني إلى الآن هذه الأرقام تستخدم في شمال إفريقيا، بينما لا تستخدم في المشرق، فهذه هي نفس الأرقام التي تسمى الأرقام الهندية التي أتبهي الخارج وزمي وقعها. على أي حال، هذه الأرقام دخلت علينا في وقت متأخر جدا، وفي الأهد العثماني، يعني صار بحكم كما ذكرنا الاحتلالات المختلفة والمماركة المختلفة، وكذا استخدموا أرقام مختلفة، فهذه الأرقام النفسية حافظت إلى وقت قريب على استعمالها، وهي يعني كما ذكرت عفواً إلى وقت بعيد وليس قريب في نفسها تستعمل هذه الأرقام، اللي هي تمشي مع النظام الخماسي في العد، في مدينة غدامس إلى وقت قريب حقيقة، ولا يستخدمون النظام الخماسي في العد عند أهالي غدامس، ومع هذا الأرقام يجب أن يستخدمون في هذه الطريقة. يبدو أن هذا النظام القديم في العد هنا ربما لا تبدو لكم بسيطة جداً وصغيرة، هذه قطعة من الطين وجدت في جبل نفسها، يستخدم فيها نظام العد هذا، يضعون على قطعة الطين نقاط، عندما يصل النقاط إلى أربعة يضعون شرطة. هذا النظام كذلك يبدو أقدم من النظام الشرطات، هذا الشرطة الثاني واحد، شرطة ثاني اثنين أو ثلاثة، هنا نجد شرطات، ونجد كذلك نظام طنقية، ولا نجد الخمسة تلك، إذن ربما انتقل أجدادنا في الكتابة من وضع النقاط، لعندما تصل النقاط إلى خمسة، يضعون خط، ثم يعودون من جديد الستة، عبارة عن خط ونقطة إلى آخره في طريقة الحساب، وهذه قطعة فخارية قديمة جداً، يستخدم فيها أجدادنا هذه الطريقة في الحساب والكتابة. بينما الطريقة الثانية التي أردت لكم قبل قليل في المخطوط، ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر